زي ما كنا نتكلم معكم في بداية حلقتنا أمبارح سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهد افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 20-23 والذي يقام فيه توقيت الحقيقة أنه توقيت دقيق ويتزامن مع تحديات إقليمية ودولية بتهدد الأمن والاستقرار الدولي كنا نعرف إيه قصة هذا المعرض ما هي أهمية معرض إيدكس للسلاح وليه مصر بتعمل هذا المعرض وليه طلع مع هذا المعرض فرقاطة جديدة وراجمة صواريخ جديدة إيه هي الرسائل اللي الدولة المصرية عايزة تقولها من خلال هذا المعرض ومن خلال التحديات اللي بتواجه المنطقة رحبوا معنا بضفنا اللي بنورنا في استوديو صباح الخرية مصر اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية أهلا بحركة فاند أهلا وسام حقكم سيدة المشاهدين إيه هي الرسائل اللي الدولة المصرية عايزة يعني ترسلها للداخل وللخارج في الإقليم وللعالم من وجود هذا المعرض في هذا التوقف أولا هو إيديكس النسخة الأولى كانت 2018 وهذا المعرض ولد أملاقا لأنه في 2018 بعد انتهاء المعرض خد جايزة أحسن معرض دولي وده تصنيف شركة إنجليزية مهمة جدا بتصنف المعرض الدولية فده نسخة الأولى تكرر في النسخة الثانية 2021 وبالتالي النسخة الثالثة 2023 القدرة على الاستمرار دي في منتهى الأهمية لأننا بتحط كمعرض على خطة الشركات المصنعة للسلاح عالميا وبالتالي أنا لو ما استمرتش في نفس التوقيتات أنا مش هكون ضمن مقططاتهم في العرض ودي نقطة قوية جدا إننا دايما في نفس التوقيت أعقد هذا المعرض أهميته لمصر أولا أنا شركات تصنيع عالمية بتعرض منتجتها ودي نقطة قوية لمصر إضافة إلى إن في شركات مصنعة مصرية بتعرض سلاحها بنفس المعايير العالمية جنبا إلى جنبا مع الشركات العالمية وبنفس المعايير ودي نقطة ممكن نتكلم عليها بعمق شوية وأنا شاف أنه دي نقطة قوة للتصنيع العسكري في مصر اللي كان بدأ منذ زمن طويل توقف شوية بعد حرب 67 عاد مرة أخرى بقوة بعد ثورة 30 يونيو فبالتالي أنا عندي معروضات سلاح مصرية تناظر المعايير العالمية موجودة ودي أنا شاف أنه نقطة قوة نقطة القوة التانية إن هو مش معرض سلاح بس ده منتدى فكري عسكري راقي جدا في حوارات وورش عمل وبالتالي هو أكبر من أنه يبقى معرض سلاح والشركات المصنعة للسلاح بتحب جدا تحضر هذه الحوارات والنقاشات بتاخد منها أفكار تعادل بها التسليح بتتحط مصر على خريطة الإعلام العالمي ودي أنا شاف أن إدعايا لمصر النقطة المهمة جدا عدد كبير جدا من القادة في العالم والوزراء والعسكريين الكبار عدد كبير من الزائرين هذه الفعالية العالية جدا أنا شاف أنها تدي ثقة العسكري جدا لمصر وده بيسمع أيضا في الاتجاه السياسي صحيح طيب فندم يعني رؤية حضرتك يعني لأي مدى هذا المعرض خلينا نقول إن هو بيساعد في تعزيز القدرات على حماية ركائز أمننا القومي فكرة كمان أطر التعاون بين مصر والعالم في مجال تصنيع السلاح مجال مهم جدا الحقيقة صحيح صحيح النقطة دي نقطة مهمة اللي هي التصنيع العسكري في مصر وحن زي قلنا بدأ منزما طويل يعني في الستينات كنا بنصنع طيارات القاهرة 100 والقاهرة 200 وصلنا القاهرة 300 وصواريخ وبعد الأنظمة والزخائر توقف هذا بعد 67 رجعنا بعد 73 رجعنا بقوة بعد 30 صورة 30 يونيو تصنيع العسكري في مصر بيقوم على مسارات مهمة جدا أول مسار وهو إن فيه شركات سلاح مصرية بيتم تطويرها بحيث إنها تناسب المستويات العالمية وتصنيع أسلاح حديثة وده شفنا الحقيقة شركات صنعت مش بس تصنيع ده التصميم والتصنيع مصري 100% تمام؟ زي المركبات المدرعة والطائرات بدون طيار فأنا شاف دي نقطة قوة نقطة القوة التانية إن الشركات المصرية المصنعة للسلاح بتشرك معها الشركات القطاع الخاص في بعض الأجزاء وبعض قطع الغيار والمنتجات فده بيدي للقطاع الخاص فرصة عالية جدا ليه؟ يرفع مستواه وتوطين تكنولوجيا وأيضا ربح المصاري المهم جدا 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 هو التصنيع بالشراكة مع شركات عالمية عيوة وزي ما شفنا الفرقاطة الألماني وقبل كده شفنا الفرقاطة الجو ويندم بالتنسيق مع فرنسا والشراكة معها كون إن شركات تصنيعها دي شركات سمعة جبيرة جدا في العالم لها يعني خبرات ضخمة كون إنه يسمح لي أن أنا أصنع هذه القطع الضخمة اللي فيها تكنولوجيا عالية ثقة في مصر بيرفع مستوى الشركات الموجودة أيضا بيوطن التكنولوجيا بيدي خبرات عالية جدا للعامل المصري فأنا شايف إن صناعة السلاح بتقود للدولة تكنولوجيا طبعا السلاح فيه تكنولوجيا معقدة جدا ومصارات كتيرة جدا من التطور والذكاء الاصطناعي ده لما بيتوطن في الدولة إيه اللي يخلي أمريكا وفرنسا وأنجلترا الدول اللي هي ذات ثقة العسكري بهذا الشكل من التكنولوجيا حتى في القطاعات المدنية صناعة السلاح هي اللي بتعمل كده صحيح إحنا لما نقول إن القوى العالمية زي ما حرك قلت أو قطبا للصراع يعني أمريكا وروسيا هم أكبر يعني اتنين بيصنعوا السلاح فمصر النهاردة تخش معهم إلى أي مدى احنا دخلنا وإلى أي مدى احنا وصلنا في الإقليم وإحنا بنصنع إيه في الأسلحة الخفيفة والثقيلة وصولا للحاجات الجديدة زي الفرقاطة الجديدة اللي عملناها وراجمة الحواري عايزين يعني نعمل نظرة بانورامية كده إحنا فيه مستويات متعددة مستويات عالية جدا زي الفرقاطات ودي تكنولوجيا عالية جدا ويعني متقدمة فيها تطبيقات من الزكاء الاصطناعي وأيضا أنظمة إدارة النيران دي 100% مصري آه والدفاع الجوي أيضا وبتشيل كمان مروحيات ممكن يطلق من عليها طائرات بدون طيار يعني التركيبة نفسها بتاعت السلاح مختلفة تماما عن الحاجات القديمة كنا أنا كمصر أقدر أصنع هذا الشكل من التسليح السقيل للقوات البحرية أنشاء النورة القوة ده مستوى عالي جدا صحيح تمام؟ وبالشراكة مع الشركات العالمية فدي سيقف مصر فيه مستوى برضو مهم جدا هو الطارات بدون طيار ومصرح العمليات الأوكرانية ومصرح عمليات الشرق الأوسط أظهر بقوة أهمية الطارات بدون طيار لأي قوات جوية وأي دولة لأنها بتوفر كتير وأيضا بتساعد على تطبيق مبادئ الحرب وخاصة مبدأ القصاد في القوة كنا أنا صنع طيارات عندنا طيارات ووصلنا أننا بننتج طيارات بتطير حتى زمن 30 ساعة العالم كله يعني أقصى دولة وصلت 30 ساعة طياران طيارات بدون طيار فإحنا وصلنا لها وعندنا تنوع في أعداد الطيارات بدون طيار وأشكالها وأنوحها ووسائل استطلاعها وكذا فده الحقيقة أنا شاف نقطة قوة عالية جدا 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 وده مستوى عالي جدا من التكنولوجيا تكلم عن تكنولوجية الجسم نفسه والمحركات وجسل استطلاع والربط الإلكتروني ما بين الطيارة وبين المحطات الأرضية كله دي تكنولوجيا تصميم والقدرة والتكنولوجيا بالضبط يعني يعني النقطة المهمة جدا نخش على الحاجات في الجيش المدرعات المصمم مدرعة وانطورها التمساح والتطوير ده وهي مش مسألة مدرعة ومركبة لا فيها أنظمة إتدارة نيران وفيها التطوير وتصنيع السلب المدرعة وده في منتهى الأهمية أنه هو علشان ده اللي بيستخدم فيه التصنيع بتاع القطع السلاح كنا نوصل لسمكات معينة من التصنيع أنا شايفت دي نقطة قوة عالية جدا أيضا وصلنا أن إحنا راجمات الصواريخ وصلنا أن إحنا بنصنع زخائر جوية وده نقطة في منتهى الأهمية كل الموضوع ده كله بيخفف كتير جدا على موازنة الدولة بيخفف في كذا اتجاه أولا كشراء بشير بعملة صعبة النقطة المهمة جدا جدا إن بيخفف فيه منظومة قطع الغيار أنا بيخدها من مصر أيضا العمرات والإصلاح في مصر تخالي السلاح ده لما كل الشيء بتودي عمرة برا بكام وتنقل بقدي إيه وتاخدوا بعد وقت قدي إيه وهكذا كل ده بيخفف على موازنة الدولة فبالتالي بعند سلاح نوعية حديثة أعداد كبيرة أنا اللي بحدثه وبطوره فده عنصر أساسي من عنصر قوى القتالية وأيضا التدريب عليه يبقى أنا كده امتلكت قطبي القوى القتالية وهو التسليح والتدريب وده أنا شايف أن ده يحقق الرضع ويحقق الحسم لو فشل الرضع طب بجانب كمان امتلك زمام أمورك يعني ما يبقاش حد لي اليد العليا عليك حضرتك محقق جدا في النقطة دي لأننا لما بمتلك منظومات التسليح وأنا اللي بصنعها ولو بنسب ده بيدي حرية القرار المصري إن السلاح أساسا مش سلاح عادية ده بيتم اتحاكم في الدول بقطع الغيار وأيضا الزخائر دي مشكلة كبيرة جدا وبالتالي أنا لما امتلك نسبة كويسة من السلاح والزخائر والتصنيع ده بيدي حرية أكتر للقرار المصري يعني بيسمع سياسي وأيضا على فكرة أي قوات مسلاحة عندها تصنيع عسكري ودول عندها تصنيع عسكري وقوات مسلاحة قوية ده ظهير قوي لأي دبلوماسية بتتحرك أمر إلا ما شفنا الدبلوماسية بتتحرك إلا لو كان وراها ظهير قوي من التصنيع العسكري وقوات مسلاحة قوي ده أكيد فكرة كمان لخبرات يعني عندنا خبرات وكوادر بالفعل تقدر إنها إن كانت تتعامل مع تصليح هذه المعدات العسكرية أو حتى تقدر تطور وتصنع والشراكة مع الشركات العالمية طبعا أكيد طب فيه كمان نقطة مهمة جدا وإنه كان فيه زي بند أو شرط وضعية الدولة المصرية فكرة ضمان عدم امتلاك هذه الأسلحة بوساطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات لأي مدى ده يؤكد أولا ثوابة الدولة المصرية وقيم الدولة المصرية وفكرة الحفاظ على الأمن والاستقرار طبعا التكنولوجيا في العالم فيه تكنولوجيا عالية جدا فيه قيود على نقلها لبعض الدولة ده أمر إحنا طبيعي وأمر متوقع مش ممكن أمريكا حتنقلي أعلى تكنولوجيا أنا كمصر ممكن تنقلها لإسرائيل مثلا أو فيه حاجات متناشة كمان لإسرائيل وبالتالي أنا حتة التصنيع مكلم عن تصنيع مش تصنيع الجسم بس مكلم عن تصنيع برامج إدارة النيران والسوفت ويرز نفسها والحاجات دي دي مهمة جدا بيئيد مصرية كنا نمتلك النهاء في الحتة دي وطوروا باستمرار أنا شايف أن ده بيبعدني كتير جدا عن تحكم الدول والمصانع والحكومات فيها كنقل تكنولوجيا عالية الأداء في مجال التسليح وأنا شايف أن ده الحقيقة خط متنامي ومهم اللي بيخلي الدول الحقيقة تقدر ذلك وتيجي أن القرار المصري قرار رشيد ما هو لو أنت في دولة قرارها غير رشيد وحركاتها فجائية غير محسوبة مش مزبوطة هتلاقي الدول دي ضدك لأن كنا نلاقي عدد ضخم من الدول وصلين لربعمائة شركة جاية تعرض وعادة كيف من القادة فأنا فيه 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 ظهير قوي من الثقة في القيادة المصرية والثقة في الجيش المصري وأنه جيش رشيد وجيش عارب بيعمل إيه وجيش يعني يتمتع بأخلاق الفرسان في زمن نظر فيه الفرسان فدي أنا شاف أن ما نقدرش نهمل هذا العامل المهم لأن ده بيفسر أن إزاي الشركات دي والدول دي جيلي بهذا العدد الضخم جدا والاستمرارية في المعرض وبيزيد كل مرة عن المرة التانية في العروض والشركات والسلاح النقطة المهمة أوي ودي يمكن يحسى المقاتلين في قوات مسلحة أنه لما عمل معرض زي ده ويزوروا المقاتلين في قوات مسلحة على اختلاف مستواتهم القيادية وتخصصاتهم فرصة مهمة جدا أن أنا شوف ربعمائة شركة بتعرض تخيل لو أننا عايزين المقاتلين دول يروح يزوروا المصانع هيزوروا في قد إيه وكم مصنع وكم واحد فالمقارنة من منظومات التسليح في معرض زي ده أنا شاف أن دي بتدي خبرة عالية جدا للمقاتلين لانتقاء التسليح بعد كده تطوير قواعد الاشتباك والعقيدة القتالية خبرات عالية جدا إيه اللي بيدور في العالم كله من من تحديثات على اختلاف أشكال الأنواح فأنا شاف أن فيه ورصة كبيرة جدا لنا قوات مسلحة أن إحنا معرض زي ده يعقد على أرضنا طيب لو بصينا لتجارب أخرى يعني مثلا التجارب الصينية تجربة الهند اللي كانت قبل كده بتاخد السلاح من دول أخرى والنهار ده عندها اكتفاء ذاتي لو عملنا يعني مقارنة بسيطة إحنا هنلاقي التجارب يعني أنا مش بحدد يعني ولكن بقول التجارب عموما التجارب الصعيدة يعني مؤخرا عموما يعني معظم الدول اللي فيها صناعات حتى مدنية بتسعى جهيدا أنها تعمل صناعات عسكرية ليه أولا أن الصناعات العسكرية صناعات مهمة جدا للأمن القوم لأي دولة أنه يبقى عنده السلاح بينتجه والزخائر والتطوير بإيديه هو عشان ما يتحطش تحت تجوط من دول أخرى فكل الدول بإستقلال القرار واستقلال القرار السياسي فكل الدول بتعمل الكلام ده فيه دول طبعا لها خبرات طويلة وباع طويل جدا وزي طبعا أمريكا روسيا بعض دول أوروبية فرنسا انجلترا الصين الهند كوريا جنوبية كله بادئ بشكل كبير جدا فأنا دي نقاط مهمة تجاربهم تجارب أنا شاف أنها تجارب نجحة وفيه تنافس عالي جدا بصورة غير طبعية بينهم وده أمر طبيعي تنافس على المنتجات ومستوياتها تنافس على الأسعار تنافس على المبيعات وكلهم بعملوا معارض سلاح معارض السلاح سلعة مربحة يعني ما تشوف الطيارة مثلا زي الـ F-35 أحدى الطيارة أمريكية طيارة تقريبا سعرها في حدود 125 مليون دولار بدون زخائر لما تشوف مكونات الطيارة دي ما تسويش أودا 125 مليون دولار ده تمن التكنولوجيا والبحث والتطوير والأرباح إذن هي صناعة السلاح لو أنا بصنع بمستويات عالية وقادر أسوأ ده صناعة مربحة جدا على المدى الطويل فبقول حقيقي يعني مكوناتها ترى لما تفكها كده ما تجيبش يعني مش ممكن السعر ده يكون تمن هذه المكونات التكنولوجيا لها سعر البحث والتطوير كل ده أنا شاف بتشد كل الصناعات اللي في الدولة كل تأكيد طبعا وحنشوف يعني ممكن ما تشوف مصانع الأمريكية بالذات هتلاقي فيه مصانع كتيرة جدا كتاعة خاص كلهم كتاعة خاص لكن فيه مصانع صغيرة كتيرة جدا مشتركة في التصنيع ده فيه مصانع خارج دول كمان يعني بتلاقي فيه بعض قطع الغيار والمكونات فيه الطائرات الأمريكية والسلح الأمريكي جاي من دول تانية حلفة ليه أزمة الرقائق الإلكتروني بالزبط كده بالزبط كده فبالتالي أنا شاف النقط دي نقطة مهمة جدا يعني أنا الحياة بأسمن جدا اشتراك القطاع الخاص معانا في مصر في التصنيع العسكري وانت شاف إن شاء الله النسبة دي هتزيد هتدي فرصة كويسة جدا من قطاع الخاص إن هو يطور نفسه يجب تكنولوجيا عالية إن شاء المساعدة دقة عالية جدا في التسليح لأن الموضوع ما فيهوش ما فيهوش ظهر يعني انت عايز دقة عالية جدا في التصنيع كسوفتوير كبرامج إدارة نيران كأي مكون بتحطه في السلاح ده ليه مستويات عالية أول لازم يوازي التكنولوجيا الموجودة في العالم كله بالزبط كده فأنا كون إن القطاع الخاص يشتعل معايا بالمعايير العالية دي أنا شاف إن ده بيدي فرصة إن هو معاييره تعالى في كل المنتجات حتى المدنية سيادة الأمبرح كبين تبعنا هي مسيرة نجاح كمان كلمنا في مجال التصنيع البحري تحديدا وترسانات القوات البحرية وطبعا تبعنا تدشين الفرقاطة اللي تم تصنعها في ترسانت الأسكندرية بقية دي مصرية يعني 100% صحيح عايزة أعرف من حضرتك أهمية النقطة دي إيه تحديدا خلينا نعرف في السادة المشاهدين كمان مهام الفرقاطة إيه الفرقاطات هي قطعة بحرية من القطعة التئيلة يعني والنقطة المهمة جدا أن قدراتها على إنتاج النيران وأيضا التكامل مع كل قطعة البحرية في الحماية ووجود قوة بحرية في البحر الأحمر والبحر متوسط أنا شاف دي نقطة قوة عالية جدا لأن إحنا عندنا سواحل ممتدة عندنا مياه اقتصادية مرسة منها عندنا إمكانيات عالية القيمة في المياه الاقتصادية زي حقول البترول وحقول الغاز عندنا خطوط ملاحة بحرية في البحرين الأبيض والأحمر وإحنا شايفين التهديدات العالية جدا في البحر الأحمر من من بعض الجماعات على خطوط الملاحة البحرية ودول عظمة زي زينجلترب تتهديد وضربتها سفين فنقوات بحرية قوية ومحترفة ده تأمين لكل هذه الإمكانيات عالية القيمة والملاحة البحرية وده أنا شاف أن ده بيقلل المخاطر على النقل البحري للدولة المصرية وأيضا يساعد كثيرا على تأمين قناة السويس تأمين قناة السويس يبدأ من هناك من عند الباب المندب ويبدأ من البحر الأبيض كله فالقوات البحرية أنا شاف أن دولة بحرية من التراز الأول ودولة قديمة لها سقل عالي جدا في هذا البعد فالقطع البحرية قطع غالية جدا غالية جدا ومش كل الدول بتدينا التكنولوجيا اللي عالية في هذه القطع كون أن أنا أصنع هذه القطع بالتعاون مع الدول كبيرة ولها سقل في التصنيع العسكري زي ألمانيا وزي فرنسا نكلم كمان على الجو ويند أنا شأنه ده يعني نقطة قوة عالية جدا وأيضا إضافة لتوطين التكنولوجيا في مصر وإضافة للعامل المصري وإضافة للأمن القوى المصري وتخفيف وده نقطة مهمة على الموازنة المصرية سؤالي الأخير إزاي يخدم القطع الخاص عارك قلت بيخدم القطع الخاص وممكن يطلع معه يرفع مستوى يعني حناخد مثل مثلا سيارة كهربائية ناخد أمثلة تانية زي إيه إننا لما طور صناعات دفاعية وعسكرية حقدر أطلع معها صناعات مدنية ممكن تساهم أيضا في زيادة الصدرات ده سؤال مهم أولا معايير تصنيع السلاح عالية فبالتالي أنا أنا ما فيش فرصة إن المعايير والمستوى الفني يقل وبالتالي أنا لما بطلب المعايير دي من القطع الخاص فأنا بيرفع هو لازم معايير التصنيع بدقة عالية جدا فده بيرفع مستوى في كل مكونات التصنيع النقطة تانية أنا بطلب بعض حاجات زي ممكن برامج وسوفت وير وأيضا بعض الحاجات الهارد وير كون إن هو يخش في المنظومة دي دي دخل في مكونات تانية ما هو الحاجات الالكترونية دي دخل في تلفزيونات دخل في حاجات الالكترونية دخل في أجلس كمبيوتر كل ده داخل ممكن يبقى يخش في مكونات القطاع المدني بره فأنا شايف إن هو التكنولوجيا المزدوجة مهمة جدا لما استخدمها في مجالة عسكري وأنا بخدها هو بيخدها يستخدمها في مجالات مدنية أخرى فبيقدر يسوق كمان مش عسكريا لا يسوق في منتجات مدنية إضافة لرفع المستوى اللي حيخليه قادر على التنافس مع المنتج العالمي المنظر نشكر حدريك طبعا جزيلا شكرا دكتور لواء طيار دكتور إشام الحلبي المستشار بالأكادمية العسكرية للدراسات الولية والاستراتيجية نور تنافا شكرا جزيلا